ده التاريخ اللي السر بولتكس هيقوم رافع فيه كاس وهو ايه فأشك حالاته عندنا روح وشغف واجتهاد وفن وفنون وتبا للسر الكس وعاجات كتيرة قوي ايه لما نسفع صفار نسفع فين الدونة جماعة الدون اا فين تا فين اا دون يا دون يعني مسكوها ختام بقى اي حاجة كده في التاريخ ده حاول ولا قوت اللي بالله ده احنا الموسم القادم بقى صفاقات بقى ايه يعني منهم حيل حلقة النهاردة مفاش زار حلقة النهاردة مليئة بالجد والاجتهاد ولحظات الاكشن والشغف وايه والتبا للسر الالكس النهاردة وده ليه بقى لان احنا النهاردة جماعة عندنا مباراتين اتنين اتنين نهائي مش بس كده لأ احنا عندنا مباراة تالتة كمان بتحسم الدوري تقريبا او مش تقريبا هي بتحسم الدوري اخر مباراة خالص في الدوري كسبناها عن عادل في نفس النقطة ويعالم يمكن نبقى احنا الاول عشان الاهداف والحاجات اللي بتتحسب دي مكسبناش هنبقى احنا التاني عالدوري نرجع للمباراتين اللي اتنين دول اللي اتنين دول يا جماعة عندنا ايه نهائي كاس الامريتس اف اي كب ونهائي كاس المؤتمرات اللي هو الاوروبي ده النهاردة اوروبا هتعرف من هو سيدها النهاردة اوروبا هتواجه عواصف النهاردة اوروبا هتنم المغرب فعزيزي المشاهد تكررما بس قبل ما نبتدي لايكك المتين سبسكرايبك الجميل عشان فيه 300 الف في الطريق حلقة النهاردة ما فيهاش هزار تماما الوش الجبس الوش الجبس مفيش اي ايه يعني ايه استهانة بالامر الامر لا يتحمل وهيا بينا على فيديو النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم عزائي المشاهدين اول مباراة في حلقة النهاردة امام ارسنال في الكاس زي ما انتو شايفين نهائي الكاس بين ارسنال ونادي نوتنج هام فورست وطبعا الفائز محسوم عزيزي الارتيت انا متأسف كان نفسي اه ترست بس هتقول ايه بقى يعني فاهمني اتناه يلقعد على جنب شوية ويعني ما اه بعد كده عندنا مبارايتين اتنين في الدوري غالبا هنسكيبهم ولكن نتيجتهم هتفرق معنا جدا ليه لان زي ما انتو شايفين امام انا هنا فرق تلت نقط بس بينا وبين السيتي وفاضل مبارايتين في الدوري يا رب السيتي تتعثر في المبارايتين دول واحنا نكسب في المبارايتين دول ياه ولكن دعونا لا نصطبك الاحداث احنا بازن الرحمن ضمنين دوري لابطال الموسم القادم ولكن يعني كان نفسينا في دوري بالمرة بعديها نهائي دوري المؤتمرات الاوروبي بين نادي نوتنغام فورست والاخ فيكتوريا سيكل بتاريخ اتنين وعشرين مايو الفين اربعة وعشرين اهو ده التاريخ اللي السر بولتكس هيقوم رافع فيه كاس وهو ايه في اشيك حالاته وطبعا برضو ايه يعني ما ننساش برضو يعني اهو انا لابس دي النهاردة عشان اكيد الكاميرات في الملعب بعد ما نرفع الكاس ان شاء الله هتكون بتصور وهتبقى لحظة تاريخية وبتاع فايه نبقى السر بولتكس كان في اشيك حالاته والساعة تباني يعني انا عشان اول ما نيجي نرفع الكاس بحيس الساعة تباني لان هي ايه انا يعني اه دافع انا هنا غير كده جماعة لو حلقة النهاردة ساعد فاحنا يعني اه بازن الرحمن داخلين في اليورو مع منتخب البرتغال زي ما انتم شايفين مجموعاتنا قوية جدا في اليورو هم اربع مجميع بس مجميع ايه يعني اه بنت ناس احنا معنا اسبانيا والاخ هيلند واستريا دي معاش عارف دي استراليا ولا دي حاجة تاني شان الناس بتتريع علي في الكومنس وانا راجل اه مايهمنيش الاسماء انا اهم حاجة عندي الماديات ولكن دي مش عارفين في حالة النهاردة ولا احنا بس نركز على لقابين النهاردة وايه يعني باسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا مؤتمر صحفي ما قبل النهائي بين نادي والسؤال الاول بيقول هل الاخ ايويني اللي هو المهاجم الدكة هياخد فرصته الحقيقة ده سؤال سازج من مزيع هفق مثل ساعاتك لان انت اه في كريستيانو ومبابي في الملعى وده نهائي محترم يعني عايزين واحنا عايزين الكاس اللي هو الامريتس ايه كاب ده فالاخ المهاجم الدكة يشارك له رونالدو تعب مش عارف ايه برضو في عندنا رونالدو جونيور اكيد هيشارك مكان ابو لما يتعب فمش ايه مش متأكدين من الموضوع ده السؤال التاني بيقول لياقتكو البدنية في اخر فترة كانت متدهورة هل اللياقة البدنية ستؤثر على المباراة ابدا ساعدتك بازن الرحمن ما عندناش حاجة اسمها لياقة بدنية عندنا روح وشغف واكتهاد وفن وفنون وتبا للسير اليكس وحاجات كتير قوي فوق ادراك الموزيق الهافق اللي زيك ايه يعني اخبالك معي فطبعا يعني دي تاكتيكات ما تقدرش انت تفهمها لازم مدرب زوفك هو كده السؤال التالت والاخير بيقول هل الفوز الاخير بتاع نادي نوتنغ هامفورست ممكن يجعل نادي ارسنال قلق الحقيقة ايوة هو نادي ارسنال اكيد قلق دلوقتي لان الاخ ارتيتا اا يعني اكيد هو عارف هو داخل على ايه يعني انت لو امه مداعي عليه مش هيقابلنا في النهاية فانا ما عرفش بقى هو عمل ايه ده يعني ما تفهمش عاق ولا بيكل مالي اليتيم يعني ربنا كاتبله يعني ايه لا حاولة ولا قوتة الا بالله عايزك تسرح معايا اسرح بخيالك يا عزيزي الموزيع يعني تخيل كده تبقى عملت ايف دينيتك عشان تقابل نوتنغ هام في النهاية يا ايه ايه ابو لهب اش ممكن يعني يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتو شايفين يا جماعة دي التشكيل اللي هنلعب بها النهائي بتاع عندهم اوديجر تعبان ساكا تعبان انا مش شايف من الدار استنوا كده يا جماعة اه ساكا تعبان والفريز تعبان وواد اسمه بربوزة تعبان برضو يلا عبال الفرق ايه ده ثانية هو مين ماركينيوس اللي واقف عندهم اه وين جي شمال ده يا ربي يكون ماركينيوس بتاع اللي هو الباريس انبصت قوي انبصت قوي وزقطت من دلوقتي الحقيقة يعني احب الارتيت يعني احب اللي هو اخد فكري من جورديولا يعني احييه على هذا الا لا يعني جاي برضو في اللقاء لا يعني ابص لو طلع ماركينيوس بتاع الباريس يعني ايه هرفع لك الكبعة وهسقف ويعني احتمال ايه اعزمك على اه يعني اه شاي بلبن بعد المباراة هو ده الكاس يا جماعة هو ده الكاس اللي احنا عينونا كانت عليه منذ البداية هو ده الكاس يا جماعة خلاص يعني اه ده ان شاء الله في جبنا النهار بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين في جميع انحاء القنوات اه حول العالم العربي والعالم اللي مش عربي اهلا بكم يعني يا جمال الكاس والله يعني ينقصه بس اه ده وينر ايز نوتنج هام فورست الحقيقة يعني بصوا مسيرة نادي الارسنال هافأ ازاي واستهام وليفر بول فانما احنا انا مش فاكر بقى اكسبنا مين ولكن يعني انا مبسوط هو ده ملعبنا اصلا يا جماعة عدلت اه اه مش عارف ده ملعبنا ولا يعني يجوز برضو ان النهائي يكون بيتلعب في ملعب خارجي يعشان بس ايه في نهائيات كده ما تفهمش ليه بيلعبوا بملعب خارجي ما عنديش المعلومة بصراحة. يعني لو حد خبير قروية اني قلنا في الكومنس انما انا مش ايه اه عارف ولا ايه بيتلعب ولكن هو احنا انا عدلت الملعب يعني خان في الكواليس الحمد لله افتكرت لان الكومنس برضو ايه خلاص يعني قرب يجي لها حموضة من كتر ما بيفكروني وانا بنسى فعدلت الملعب الحمد لله من برا وعملت ايه تغييرات وكده هو دي افصايد دي ولا مش افصايد افرح اولا مش افصايد. اه هي كانت مش افصايد بس اه ما تفهمش. ماشي تسخي. ايوة ده ماركينيوز لا ده طلع ماركينيوز تانا جماعة مش بتاع يعني طلع ارتيتا مش ايه ما تجننش ولا حاجة ولكن كرة عند الدون. يمشي الدون. شكر. هقولنا هنلعب بجدية تامة مش هنهزر نهائي استغلال الفرص يعني ايه لابعد الحدود الممكنة. ايوة. او طبعا لو دي تصب بس احنا الحمد لله كان عند ايه تحت الهدف الاول مش هنتحمس. مش هنظهر اي عادي. عادي جدا يا جماعة. هدف ايه? لاسع في البدايات. ما فيش اي مشكلة. نركز. نركز بس في اللي جاي. لو تقدمنا تلاتة في الشوط الاول. انا هاي ساعتها بقى انا بقى نحتفل. لان يعني ان شاء الله ضمنين المبارأ. انما من دلوقتي لا ما نظهرش ريكشنات بادري. لان ايه? اه. زي ما انتم شايفين يعني في اي لحظة ممكن تقوم ايه? اه واخد هدف اه جميل جدا يعني مثل اللي كان هيجي دلوقتي. واكور عند الليمباعة. لا اتزنق الليمباعة ولا ما اتزنقشي. شكله لسه. شكله لسه. ادو اه? ادون? ادون? اه لا ماشي. شوت. يا ابن اللعيبة يا كريستيان. لا لسه. لسه. اتنين صفر بس يا جماعة. مش هنحتفل. مش هنتحمس. هنجيب بس في سيرة يعني السير يا اليكس. بس. مش هنقوله اكتر من كده. الحمد لله على كل حال. عادي. مش لان نظهر اي ري اكشن. لان احنا ما ننساش ان ارسنال دون هم اللي ايه خرجوا ليفر بول. اللي كانت اصلا ايه صحقانة في جميع البطولات. فايه? يجب ان اتخذ الحذر منهم طالما خرجوا ليفر بول يبقى ايه? اكيد جواهم اه انسان لسه مطلق. بالراح. بالراحة. كرة ده مين ده? ده الدون. ايوة. يعطي كرة يا سلام للنباب. اللنباب انفرد. اللنباب. اه. يعني ربنا ياخدك يا مبابي. يعني هتروح اوكي كمان يا انت ايه الشوطة الاول بنتيجة اتنين صفر للنادي نوتنجهام. اه السير بولتكس هيفضل محتفز ومخلي اللعيبة تحتفز برضو بايه? بالهدوء ولا عدم اظهار ايه ايه? اه يعني اه تنتوفة فرحة. لما نسفع صفار نسفع? لما نسمع صفارة الحكم الاخرانية بتاعت التسعين دقيقة مش اللي هي دلوقتي. لا عايزين نسمع التانية نسعيتها بقى ان ايه? يعني نقلع هدومنا خالص في يعني. فهم ننطير كده. تعديلات بس ان الاخ ما انجا تعب فهنقوم ايه? نزلين بالاخ فراولة. ما فيش اي مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم عودة مرة اخرى الى اجواء المباراة. وايه? يعني برضو يجب ان نتخذ الحزري يكون ارتيتا حمس اللعيبة ولا حاجة بين الشوطين? ما نضمنش. وانا عايز اعرف يا شرط الكابتن معمين. يعني حد شايف مين اللي لابس? فران اللي لابس? فران ايه اخي ما كنت تديها لكريستيانا انا نسيت الموضوع ده. ما علينا يا جماعة يعني كان نفس اشوف كريست هو اللي بيرفع البتاع عبل ما يعتزل ولكن ايه? عصل خير بقى يعني خلاص اه ولولو يتكل على الله يعني ما صدقنا اي بطولة بس بدل ما ايه? الادارة تقول لي بعد المليار اللي انت صرفته ده اطلعت بلاشيء يعني. خد يا لا. يا حج. خد بس احكي. طب الحمد لله. طيب يا جماعة والدون تعب ولكن اه يعني انا عايز اخليه عشان يحتفل بس مع زملاته باللقب. ولا نريحه نريحه مفيش مشكلة ايه بقى يجي يحتفل من برة ايه مشكلة يعني. ننزل ابنه ابنه بقى يكمل المشوار في ارضية الميدان. حسب? الحمد لله. طوح يا ابني. جميل اوي. ده مين ده? ده ابن الدون ده. بص ابن الدون بس خلاص طيارة. طيب يلا يلا حبيب يلا الهاترك 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 حط في البيد. اظن سهلة وبسيطة. ومن دلوقتي نقدر فعلا نحتفل. ونقول الف الف مبروك لنا دي. على اللقب الجميل المستحق. عاسب? اشتابعي? عاسب? اه. طيب يا ايوة. طيب يا جماعة هي ضرب الجزاء? ولكن مش كارتة احمر. كويس. ايه ده? لا مش ضرب الجزاء دي على الخط بالزبط. طب كويس. اودي جاردانشوت. حطها اودي جير. ده هذا في الشرف. هذا في الشرف يا جماعة. عادي جدا. ممكن مبابي برضو في البدايات ايه? يديها واحدة جلتش. تمام. خلصة يا جماعة المباراة ورسميا نادي وتوج باللقب اخيرا لقب بعد موسم. يعني مليء بالاحداث الغير مرعوف فيها وكم متر منتدات اتعاملت علينا ولكن الحمد لله طلعنا بلقب ولسه. ولسه ان شاء الله يعني غير اللقب ده لسه في دوري مؤتمرات وفي دوري وفي ابطال الموسم القادم ويورو برضو مع السير بولتيكس يعني ايه? كل هذا الهرايا استحق اللايك من عزيزي المشاهد الحقيقة يعني. وهنا اشوف فرقتي وهي ايه? بترفع يعني اي حاجة. بترفع ايوة اهو. كسبوا وادنين ده حلو ده. وادنة كبيرة وامور وبيلمع وكده. فين الدون يا جماعة? الدون اه فين? طه فين اه دون? يا دون مش موجودة يا جماعة ولكن. الف 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 مبروك على السير بولتيكس وعلى فرقة السير بولتيكس وعلى تكتيكات السير بولتيكس على تبا للسير اليكس بدون ذكرى اسمها. اللي هو كريستيان وفين ما بيحتفلش معاكل ايه كده كمان? هو ايه اللي بنيطلع ما بيجيش من برا ولا ما تيجي يا كريستي من برا? اه ولا تلاقيه متضايق عشان طلعته طب ما انت كبرت يا كريستيانو عاملك ايه? يا سلام الف مبروك اهو للاخ نوتنغام فورس. عندنا لقاء صاحفي ما بعد المباراة وطبعا ان انا ايه كاسير بولتيكس مبسوط فممكن ان انا اجاوب على بعض الاسئلة يعني مفيش ما يضرش. السؤال الاول بيقول هل انت كنت حاسس ان ده هيكون يومك او يعني هتفوز باللقب ما شبه ذلك يعني? الحقيقة ده يوم كبير لنادي بتاع نوتنغام فورست يعني يوم كبير لان انت كرئيس نادي بتاع نوتنغام فورس انت جايب مدرب عريق. يبقى اتا عايزة يبقى حالتك تجيب مليار ماشي? وانت بقى ايه? اجيب لك كاس وانت بقى يبقى تسجن بالمليار ولا شوف هتعمل ايه? السؤال التاني بيقول ليه المهاجم الدكة كان متساب برا يعني ليه منزلش? الحقيقة يعني مصلحة التيم اولى انا مش مستعد ان انا اخاطر بلقب زي ده في النهائي عشان لعيب واحد يلعب بقى افيش مشكلة وجود ايويني ده مهم للفريق في بعض الاحيان وفي الاحيان الاخرى بيكون لاشي عادي. خلاص بقى اولية بقى ما اقولنا انا مبسوط وهجاوب على بعض الاسئلة مش شرط هجاوب على كل حاجة يا الله تكلي على الله بقى شوفي لك مطبخ ولا حاجة. ينهرب يا دعا الجمال والفن والفن انا اول مرة اشوف لا معليش نرجع نتفرج بص انا وانا اعجم بمبابي والكاس في النص وبنتكلم. وش معنى جايبين يا جماعة ومش جايبين كريستيان? يعني ما انت كريستيانو كان هيبقى اولى هذا المكان. اه مفيش مشكلة حلوة ايه. يا سلق لأ كاتبين كتير ايه ومش اقرب صراحة. وبيقول لك مين اللي عمل ايه? اللي اخد جايزة اللاعب البطولة هو واد من فريق اه هافق اسمه تران مير معرفش مين ده يا جماعة مش عارف هو ازاي مش من عندنا يعني بس تمام. الدول هو اللقب ودول احنا بقى الكاس. زي ما نشايفين يا جماعة حاليا بقى نادي مانسوس سيتي تسعة وتمانين نقطة ولكن لعب مطش زيادة عننا فاحنا مضطرين ان احنا نكسب مطش نورويتش ده عشان نحاول يعني ايه نشكل خطورة كده عليهم لان يعني بعد مطش نورويتش هيبقى مطش واحد بس في الدولة. فهنلعب بالتشكيل الاساسي وهنعمل وبسم الله الرحمن الرحيم لو ما كسبناش للأسف احنا ايوها الحمد للي اكسبنا يا جماعة. دي بقى لجاب جول ودي بقى لجاب كمان جول ماشي. ايوها لان دلوقتي فرق تلت نقط بس. اخر مباراة يا جماعة. هنعمل ويعني يا رب السيتي تكون خسرت او عملت حاجة. لا لسه مطش بتاعهم ما تلعبش. احنا غالبا كلنا هنلعب نفس المطش في نفس الحتة. لو هم خسروا واحنا اكسبنا المطش ده جماعة هنبقى نفس النقط. وغالبا احنا جايبين اهداف اكتر منهم ما عرفش. فيمكن نفوس بالدور يا رب يعني. فهنلعب برضو بالتشكيل الاساسي وهنعمل وبسم الله الرحمن الرحيم يا رب نكسب يا رب نكسب. سب الحمد لله تلاتة اتنين. ماشي يا رب يا رب السيتي تكون تعسرت. هنطلع ونشوف مع بعض دلوقت يا جماعة نتمنى مع بعض. لا معلش قبل بس ما نخش في اجواء الماشي. عندنا يا جماعة دواتي وصاد فيكتوريا سيكرت في دور المؤتمرات. اهو كاس جميل. ولكن نطلع فوق ويا رب السيتي تكون. لا يا جماعة للأسف السيتي فازت بالدوري وكسبت اخر مطش في الدوري. اه ماشي يا جماعة الحمد لله مركز تاني. يعني اه كنا تقريبا هنفوس بالدوري. لو كنا لو كانوا هم خسروا يعني غالبا لان الرقم اللي هو ده اللي هو مية وسبعتاشر غالبا ده العدد الاهداف اللي سجل فغالبا احنا كنا هنفوت. ولكن مش مشكلة يا جماعة. يعني مركز تاني ان شاء الله اداء مشرف بقى في دور الابطال الموسم القادم نركز بس في اللي عندنا دلوقتي وهو البطولة بتاعة كاس المؤتمرات. ولا دوري المؤتمرات. هو في حاجة في المؤتمرات كده. وبس الفكرة ان كريستيانو تعبان فشكله مش هيبتدي المطشة يا جماعة. وهنبتدي برونالدو جونيور وهنسيب كريستيانو عدك. برام برضو تعبان يبقى نزل بريمير. في حد تاني تعبان يا شباب عشان بس النظارة عمياني. لا الفرقة تمام كده. يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم هيا بنا يا جماعة. ايوة الجماهير ابتدت تحضر اهي. وايه الدنيا المفروض ابتدت ان هي تشتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم لحظة نزول اللي عبين الارضية الميدان واضح ان هي من كتر ما هي بطولة هفق مش حطين الكاس في النص اه لا حطين اهو لسه بجيب في سيريتكو. بس يلا يعني ها يعني الكاس برضو شكله مش وحش يا جماعة عامل زي يعني اللي هو بتاع بتاع الايس كريم ده. فغالبا برضو بنلعب على ملعبنا فبردو زي نفس التكتيك بتاع اه قرسنا يا جماعة. عماش هنغاية يعني فاهم جد واجتهاد وهنستغل لأي فرصة تجيلنا ومش هنهزر نهائيا وجميع ما صابك وكده ودي ايه? فرصة لنبا. ها? ما تدي ثروي عم مبابين. لأ خد مش من اولها الله يكرمك معلش انتو كمان فرقة هفق يعني يا ريتنا هنخسر من بني ادم. فاهمني? فعلى ايه? يعني ما هتحرجناش. ما خلاص بقى قلنا ان انتو فرقة هفق بقى. تمام يا جماعة. ولكن اي حاجة حصل ينهاريسوح ده بيلعبوا احسن من ايه? ولا خد يلا. ينهاريسوح. طيب او مش كارت. مفيش كروت في الموضوع الحمد لله. ولكن يعني. طيب يا جماعة يا رب نصد. ها? ها? هنترمي هناك? الحمد لله. اصلا اترميت وقلت الحرس فوض المهنج قلت يعني كنت لسه هاجيب في سيرة قوب لك جامد. بس الحمد لله. ماشي. كورة عند الليمباب. الليمباب. الليمباب بعنصر السرعة. الليمباب. هي. ياه. ماشي. اوكي جماعة انتهي الشوطة الاول بنتيجة واحد صفر لنادي فيكتوريا سيكرت البطولة في خطر. يعني ان احنا ايه? يعني هتروح مننا. تعديل بسيط في النص دي بلا تاعب هننزل بانسينيي والواد مانجة تاعب هننزل بفارولة وهنعمل وربنا المستعان. ماشي. نبيل فقير? ابني الدون? ايه. يا ايعمل حاجة? استلم استلم. آه لأ برافو عليك يا حبي. شفتوا الريحة الرياضية بتاعت انسينيي. لا راجل محترم. لو بصوا بيلعبوا يعني فهم اللي هو الحداشر بني ادم وعره. طب ليه ما تجمد رجلك يا عم جونيور. يا جماعة جابوا الجول وايه ونايمين بقى الحداشر واره فعلا يعني بلعبوا تكتيج دفاعي بحت. فقى ايه فوق خد. مش عارف انا شطي ليه يعني ما تخد تعمل باس كمان بس تمام. يا جماعة الواحد مش مصدق ان احنا مش عارفين نطلع بهجمة قصاد فيكتوريا سيكرت. يعني شفتوا وصل بينا الموضوع لفنت? لا خد بقى خد خد ماشي ديها سبعة وستين خلاص عايزين اي حاجة. يا جماعة فاضل تسعة دقيق واللي عيبة بتموت. هخرج وانزل ابن الدون وهنزل المهاجم الدكة مكان ابن كريستيانو اللي ننسى هنزل برضا عشان الاتنين تعبوا. هنزل طفلولو ده باك شمال ويكر برضو بيموت هنزل ايه? علي ربيع ده. لا مفيش معايا تبديلات كمان. طيب حلو يا ماشي. ماشي. حلو ده. بالعرض. طيب الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ولد يا جونيا. جميل. انا ما عرفش ده اقول قول قصة يا جماعة ولا ايه? يعني هو في حاجة غريبة كده. يعني بصوا اللي حصل بزبط ان مبابيه راح من على الطرف وعمل البصل بالعرض. ايه بقى اللي حصل? هو لمسها قبل ما يتزحلق صح? يعني الواد ابن كريستيانو هو اللي حط الجول. مش قول. لا ده يا لا هو على الهبد. طب الحمد لله. الحمد لله. المدافع شطها في ركب الواد جونيور فارتدت للمدافع. راحت للرجل جونيور تاني وبالهبد دخلت كده. ماشي. دلوقتي كليان طلع هو ابن كريستيانو ونزل كريستيانو والمهاجم الدكة. هل سيفعلونا شيئا? اتمنى. حرام نفضل من عفر تسعين ديقة مع دول بجد يعني. لقوا ايه بالتشكيل الاساسي وكيليان ويعني فاهم? مع فيكتوريا سيكرت. ماشي يا جماعة وقت اضاف الفرقة بتموت يعني هنحاول ان احنا نخطف هدف ونلعب بنازحة وشرف بقى. لو قدرنا يعني. ده مين ده? الدون. يا ولد يا دون حلو الباص. خدها عم انسيني. اجري. دون. لا فيه والتحت. ها? حرام هو ايه المدافع ده يا جماعة? عندهم سيرجيو راموس الفين وسبعتاشر. ماشي يا جماعة يا انتاي شوتر اول من الوقت الاضافي بنفس النتيجة وهي واحد واحد يعني يا رب ما نطلعش ضربات جزاء بقى يعني عايزين نخطفها قبل ضربات الجزاء كده. بص انا عندي فكرة. انسيني ممكن هو بما انه صغير في الحجم وايوة. ممكن يفلت من الجنب. ماشي يا جماعة? ويلم? ويودي في نس. يبدو اللعيب حلوة حلوة بس كت عايزة ترشأ بس. ضربات جزاء يا جماعة. يلا بينا ضربات جزاء يا جماعة مع فكتوريا سيكريت. بصوا احنا عايزين كريستيانو ياخد اللقطة فهنخليه هو ايه خمس واحد يشوت. ماشي يا جماعة? احنا اللي بيلعبوا ضربات الجزاء كلهم سيئين معادة كريستيانو. بصوا الارقام. لكن مش مشكلة يا ربنا يسطر بقى يا جماعة اول واحد وهو الاخ فراولة. فراولة? فراولة والهدف الاول عن طريق فراولة حلوة. اللي بعده جماعة. اللي بعده تريمي هناك. يا ابن اللعيب حلوة. يلا جماعة. بص بقى الانسين. بص الانسين. بص الانسين واللي استهانة بالخصم. بص الانسين واللي استهانة بالخصم. صفر يا جماعة في ضربات الجزاء. ضربة اللي بعدها ان تريمي هناك. الحمد لله انا بقيت بعرفها من دماغ اللعب. نبيل فقير. نبيل فقير. نبيل فقير. تلاتة صفر. تلاتة صفر يا جماعة. خلاص الكاس بتاعنا ان شاء الله. وبلاك انا هوف النص. شكرا. الوقت ده المهاجم الدكة. المهاجم الدكة! هو رسميا نادي نوتنجام فورتي يطوق باللقب التاني على التوالي من هو الكاس. انا كان نفسي كريستانا وشوت طيب. يعني كنت عايز هو اللي ياخد اللقطة الاخرانية دي عشان خلاص هيعتزت بعد الموسم بقى. يبقى ختمها يا فاهم? يعني مسكوها ختم بقى. اي حاجة كده في التاريخ. ايه ما فيش كاتسين ليه طيب? لا حاولها لا قوة يلا بلا ما فيش كاتسين يا جماعة طيب. كسبنا فيكتوريا سيكرت في ضلنا بجد بنعافر مع فيكتوريا سيكرت دي لغاية دربات الجزاء يعني فيه كده? اوان الحمد لله كسبنا فيه دربات الجزاء كده لقبين في حلقة النهاردة وايه? اه عندنا دلوقتي بقى ان احنا نختار الفريق يعني اللي احنا عايزينه بالزبط يلعب معنا اليورو. احنا كنا واخدين ابن كريستيانو وكنا واخدين كريستيانو نفسه. ايه ده? الاتنين بقوا نفس الريت يا جماعة ده خمسة وتمانين وده خمسة وتمانين طب كويس. ما اعتقدش ان انا هعدل هياخد نفس السكواد بالزبط وايه هيبنا لننطلق في بداية اليورو. كويس يا جماعة بمناسبة فوزنا في دور المؤتمرات الاوروبي اه اخدنا خمسة مليون وفيه هنا اوبا! الدور الانجليزي الدانا مية ستة وسبعين مليون جوه الخزانة بتاعة النادي عشان ان احنا اطلقنا على المركز التاني طب كويس ده احنا موسم القادم بقى صفقات بقى ايه يعني منهم وحيرهم ان شاء الله يعني عشان بس دور الابطال اكيد المنافسة هتبقى اشرس. نادي باريس انجيرمن خاز اه خاز بدور الابطال اوروبا وفيه هنا بعض الاخبار اللي ملهاش تلاتة لازمة زي مثلا ان اه هولندا كذبت وكده. ولا انا جماعة انطلاق بداية ايه انطلاق بداية دي? بصوا هي بدلت ايه يا خربية اللغة? بداية بطولة اليورو. الله. اول مباراة. بصوا مجموعاتنا احنا ايه شفناها في البداية هي اسبانيا واستريا دي انا مش عارف يا جماعة دي استراليا ولا ايه? دي ان انا على ما اعتقد ان استراليا بتتكتب استراليا. فغالبا دي حاجة يعني بلا هوية يعني غالبا. احنا كده معانا الاسبان ومعانا اللي هو نروي دي. فبسم الله الرحمن الرحيم اول مباراة في اليورو. معرفش بس يوتت ايه وترينكا وايه بس يعني بقى عطا كلها بقى فاهمني يعني اللي ارتشاء ايه? بقى كريستانو بيالعب خلاص. المدرب الكفتة اللي كان بيقعده ديكة ده ده مع شنا. هو انا هوقف فيليكس يمين عشان بقى سريع وبقى 98 بيس. الف انها ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. صافرة انطلاق بداية بطولة اليورو. واحدة من اكبر البطولات حول العالم. ويا ترى يا هل ترى من سوف يربح بهذه البطولة العريقة التي تقام كل سنتين باين بازن الرحمن منتخب البرتغال بقوادة السيربولتكس. وها دي لحظة نزول اللاعبين الى ارضية البيدان في اول مباراة خالص في البطولة عام الفين اه اربعة وعشرين باين. كريستيانو رونالدو هو الكابتن. انا خلف الكوليس يا جماعة عملت يعني غيرت التشكيلة زي ما انتم شايفين. بقيت ايه اللي اربعة اللي بتاعتنا اربعة ترى اتنينات. وايه خليت فيليكس وارنالدو قدام. واعدت ابن كريستيانو ولياو برعبوا ينزلوا تبديل يعني. فبسم الله الرحمن الرحيم مفروض المنتخب اه ده يعني طالعا ما انا ما عرفوش يبقى ايه? اكيد هو بلا هوية ايه. ان طبعا اه يعني الخبرة الكروية بتاعتي اه احنا عارفين يعني. بص بقى ادي واحد. ده جواه وده المفروض بقى سريع. ولا ايه? ايه? ايوة. بصوا دي. خد. حلوة. الله لا 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 لا. دي للتاريخ دي يا كريس والله. لا 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 معلش معلش. ده ده واحد من اجمل الاهداف التي رؤت في التاريخ. سوري. الاسيست جامد اوي من جواه. بص الدابل كيك الاولى اه رشقت في العرض. اما قلم كمان واحد ما هي بالعاية هتيجي بقى النهاردة خلاص الراجل تسعة وتلاتين سنة قال يبقى ختموها ميس كبين ولا ميسكوها ختايا. لا حلوة 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 جمعة. كريستيانو يفتتح التهديف في البطول تسعة وتلاتين سنة مش محوق معاها ده. جماعنا انا مش فاكر بالضبط مين الحارس بتاعنا. هو مين يعني الحارس اه كان كويس ولا انا نسيت ابص عليه اساسا. بصوا جواهو ده ايه? عليه ثروهات كده. ايوة. بالعرض. جواهو. للدون. ماشي. حلوة. مفاش حاجة. مفاش حاجة. خلاص اجواه. وفي مشكلة في الفينيشنج ولا في ايه? ماشي يا جماعة انتهي الشوط الاول بنتيجة واحد صفر كان فيه فرص كتير اوي ضايع يعني بصراحة ده ايه ده? ناشايتين تمن كور جايبين منها جول بس. افكر اه قولينا جماعة نشتري نونو من ديش عشان الريتنج بتاعبه اربعة وتمانين وبقى كويس يعني. وكده كده هو لسه شاب ممكن ينفعنا في دور الابطال ايه? لما هنحتاج صفقات في الا اه ولا لو دي ممكن يرجع ولا ايه مش عايق. يعني اكتبوا لي برضو في الكومنس ارائكو نحو هذا الكائن. ولكن ايه حاليا يجب ان نركز في بطورة اليورو. حد يجري. امسك. حط جواه. بس الهدف التاني عن طريق جواهو فليكس حلوة. ماشي. واحد اتنين. ما فاش حاجة بقى نزل الراية. نزل الراية يا حبيبي. في ازي الحالة بقى ايه? الدونت يعيب هننزل بالواد ابنه. والاخ ليهو برضو هنريح فليكس عشان محتاجينه في المبارات القادمة يعني. يقولت ده برضو ممكن نريح برونه وننزله كام? بس كده. بيتينها ده ممكن برضو نجربه مكان نبيس. يلا. هوح. اشتر. طيب اتنين واحد في ديها خمسة سبعين. تفتكروا ان الزوج الشرف ممكن تجيب مع الاشكال دي? اجري بقى اجري اجري. خلاص الوقت. ايوة الوقت خلص. يلا جماعة. ننهزر بقى براحتنا اخد عم جونيور. وادة جونيور. ولد جونيور تنتهي المباراة جماعة بنتيجة تلاتة واحد. هدف جميل من ابن كريستيانو رونالدو صاحب الرقم عشر. نقعت لما بو يا تزب بس. سابدلو السبعة لما بو يعني يتكل بقى. وراسميا ان تنتهي المباراة اه اول مباراة في اليورو فوز مستحق لمنتخب البرتغال نتيجة مقبولة اه ايه ده ثانية? الواد الابة بيلعب في المنتخب ده. الابة بتاع الريال. انا المنتخب ده مش يا معرفش فيه لعيبة جامدة ولا بصراحة غير الابة انا. ولكن حتى الان اسبانيا خسرت من منتخب هالند. ياه. واضح ان هالند اه شدت حلو جامد هناك. هو اول طبعا فرقتين هما اللي هيتأهلوا يا جماعة. هو هنا ثلاث ماتشاب بس. فبصوا يعني المباراة اللي جاية دي بتاعت منتخب هالند دي لازم يعني هيستحسن قوي بقى ان احنا نكسابه عشان نضمن ان احنا ايه نسعد. نضمن الصدارة كده ونسعد للدور اللي بعده واحنا مرتاحين. بعد المجموعات في ايه ستاشر? مش عارف في دور ستاشر هنا ولا? ده هما اصلا كلهم ستاشر فرقة. اعتقد هيبقى دور اه على طول. اعتقد يعني ده على حسب معلوماتي الهبدية. هو منتخب هالند عنده اوديجارد. اه لا ده احنا لازم ننطاقم بقى. وفيه واد اسمه حسنين في اه في حراسة المرمى عنده. ماشي واضح ان هو منتخب يعني ايه مش عالخريطة يعني مفروض ما يسعدش اساسي. فهيا بنا لننطارك. عزيزي مشاهد لو لسه بتتفرج حتى الان يا ريت ايه تتأكد من اللايك. وده ليه? لان احنا في حالة النهار ده حصلنا على لقابين والتالت في الطريق يطبخ على نارها دي اه اليورو ده مسألة وقت مش اكد. الا بجد نفسي يعني نكسب اليورو ده اوى يا جماعة بجد. يبقى بطولة دولية كده يعني فاهم? كده يعني اه. بسم الله الرحمن الرحيم لحظة نزول اللاعبين الى ارضية الميدان. اه منتخب البرتغال في تركيز تام. يعني ان شاء الله لان تاكتيكات السير بولتكس ما بتهزرش. ولكن لو نصيب هالند الموضوع هيكون افضل وافضل يعني. يعني ما فاش حاجة لو خدنا كارتة احمر مقابل اصابة هالند. انا ما عنديش اي مشكلة. ايوة. ايوة. يا ولد يا دون. بالعرض. شوط يا ابن. ربنا يا اغدى. يا ابني العيبة ها? الدون. خد يا ابني. رجع تاني. حلوة يا دون. بس كنت بيمينك احسن. ماشي. صفر حكرة. انتهى جماعة الشوط الاول بنتيجة عادل سلبي. صفر صفر يعني طالع منتخب غيتة فعلا. بس اعنا الموارات دي بتعتبر على صدارة المجموعة يعني. بس لو يعني اللي هيخسر ممكن حد بقى من الفرق التانية يجيبه. لان الفرق التانية اكيد حد فيهم هيكسر. فلا مشكلة بصراحة. احنا شايتين خمس والنتيجة صفر صفر. هما شايتين واحدة. عشان بس يعني للتوضيح. نفيز. تروح الواوي. لب. حرام. ايه الحارس ده جابها ازاي? خد هالند اما اقول لك يا حبيبي. خد هالند بقى انت ما بتعرفش تدريبل بقى خد يا بابا. ايوة قعد شوية. اودون تعب فهن ايه? هنقوم منازلين الواد ابنه. يتصرف. واه سيلفا هناك تعب. بنزل مكانه لياو وخلي فيليكس يقف كامل حد بس ايه ما فيليكس يتعب كده وبقى نزل حد تاني. ممكن ننزل فيتينها ده وخلاص. يلا بينا يا جماعة. يعني مش عايز اطلع بتعدل سلبي بصراحة. كنسلو. 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 خد. اهي سهل اهي. سهلة وبسيطة. سهلة وبسيطة. ماشي يا جماعة واحد صفر حلوة يا لياو قوي الفينيش يا لياو. وحلو الاسيست او من كنسلو بصراحة. جماعة على فكرة كريستانو هيعتزل بعد الموسم ده غالبا بالنسبة مش قليلة يعني او لو ما اعتزلش هيبقى انتهى يعني حرفيا اللي هو هنلعبه وكده يعني. فاحنا هنحتاج مهاجم. اخي دي من بالكم. فمش عارب بقى نكتفي بالواد ابن كريستيانو امبابي ولا نبعت نجيب مسلا اخ زي لياو ده ولا نعمليه دلوقتي. مش عارب بقى يعني اكتبولي في الكومنس اهو بصوا. يعني سريع وكويس. وبيدي ثروهات. ودي الواد ابن الدون. الواد ابن الدون. بالعرض حط. ماشي مقبوه. هو بس نتيجة واحد صفر فمش طلباكم. شكرا وهدف التعادة. الواد فليكس اتصاب يا جماعة خلاص اه اتصاب خالص يعني او طلع طريبا مرة ملعب او كده فهننزل بقى يوتا. وغالبا فليكس ده تمام اوي كده. نفسنا بس في هدف كمان. هدف كمان عشان ايه ما نطلعش بتعادل مع المنتخب الغتيت ده. لا لا. والله يا حرام. والله يا حرام. الحمد لله. الحمد لله. ايوة هي الواحد واحد حلو ايوة يا جماعة. تنتهي المباراة بنتيجة واحد واحد تعادل يعني ببرتغال مع منتخب الا اه وبرده هلم لغيتي تقاوي بصراحة. يعني معرفش ايه منتخب انا منتخب بلا هوية عنده اتفاع احسن من الريال الفين وسبعتاشر. ولكن على كل حال ايه يعني فاض المباراة واحدة اللي هي امام اسبانيا. يعني بصوا حاليا احنا متصدرين بس ايه اسبانيا تلات نقط. فاحنا لو خسرنا من اسبانيا هنطلع. ينهر سوح تخال يعني بجد حرام والله. المباراة طبعا بتاعت اسبانيا دي ان شاء الله يا جماعة في الحلقة القادمة في يعني لو انتك دي مشتاش تعمل ودفع على زرار الجرس عشان لما الحلقة تنزل ان شاء الله يجي لك ايه اشعار. ممكن برضو تعمل لقناة اللي هي الفيديوهات القسيرة بينزل عليها فيديوهات قسيرة جامد قوي حاليا مش كل يوم عشان برضو الواحد ايه ما يجدبش يعني. وبس كيا يا شبال باشوفوا الفيديو الجاي.